خلينا نروح للموضوع آخر مهم جدا من يومين افتتحت وزارة التربية والتعليم مركز الموهوبين والتعلم الدكي الرئيس بمحافظة البحيرة المراكز دي عددها دلوقتي وصل ل 57 مركز موجودين في 20 محافظة والهدف منها أنهم يتبنوا رعاية الطلاب الموهوبين وأنهم يدربوهم على المهارات المختلفة وينموها ويشجعوها كمان على الابتكار والإبداع خلينا نعرف تفاصيل أكتر من أستاذ عبير ألور مدير إدارة الموهوبين والتعلم الدكي بوزارة التربية والتعليم سبع خير يا حديكي فندم وأهلا بيكي معنا سبع خير سبع خير على جميع المشاهدين طيب نحن من نسبالنا ده موضوع جديد يعني أن يكون فيه إدارة خاصة بالموهوبين طلاب الموهوبين دي حاجة يعني عايزين تفاصيل أكتر عنها الإدارة العامة للمعهوبين والتعلم الزاكي إدارة مستحدثة من 2015 تم إنشاءها لرعاية واكتشاف وتنمية الطلاب الموهوبين من 2015 بناء على الخطة الاستراتيجية للتعليم القابلة الجامعي اللي هي 14-30 تم استحدث هذه الإدارة لدعم وسقل قدرات الطلاب وبناء قدراتهم الخاصة بالمواهب المختلفة الموجودة من خلال الإدارة تم عمل كثير من الأعمال اللي تساعد وتساهم لدعم الطلاب الموهوبين داخل الوزارة التربية والتعليم أهم حاجة إحنا عملناها إن إحنا عملنا بناء قدرات داخل الوزارة التربية والتعليم لخدمة الولاد الدول عملنا تدريب حوالي ألف كشاف على إزاي يكتشف إزاي يرعى إزاي ينمي الموهبة وإزاي يتعامل مع هؤلاء الطلاب عملنا دليل إسرائي للمسؤولين اللي موجودين في الميدان علشان يبتدي يستخدموا علشان يعرف إيه الأليات اللي ممكن من خلالها يعمل عملية الاكتشاف والرعاية والتنمية وإيه دور كل فرض في المؤسسة التعليمية أو خارج المؤسسة التعليمية أو دور المجتمع المدني لخدمة ولادنا دول دي أول شق الشق التاني كان عشان تدريبهم لابد من إعداد حقائب تدريبية خاصة بيهم فبالفعل الإدارة عملت حقائب تدريبية خاصة بالموهوبين وخاصة بالتعلم الزكي لأن احنا ما أغفلناش دور التقنية والتقنية الحديثة والتطور التكنولوجي اللي حاصل في خدمة ولادنا الموهوبين والمبتكرين في البحث العلمي في المجال الابتكاري وبالتالي تم إعداد الحقبتين لخدمة ومساعدة مسؤولي الموهوبين عشان يخدموا ولادنا حضريكي فاني بتقولي أن هذه الإدارة موجودة من 2015 ده مستحدثة من 2015 احنا النهار ده في 2021 وبالفعل دربتوا طلاب خاني أسأل حضرتك عن عدد الطلاب اللي تم تدريبهم أنا عايز أقول لحضرتك يعني بعد التدريب كمان إيه اللي بيحصل وإيه الإنجازات اللي عملوها حتى الآن تمام في بداية العمل بتاعنا إحنا بنعمل يعني بناخد شقين مهمين جدا عندي الشق الأولاني أن أنا عملت برامج إسرائية لتنمية القدرات والمهارات الخاصة بالطلاب بتتم البرامج الإسرائية بنخلال تدريب الطلاب دول داخل مراكز الموهوبين بيوصل عدد الطلاب اللي ممكن يتدربوا خلال السنة لأن أنا بعمل أكتر من مرحلة للعمل مع الطلاب الموهوبين مرحلة أثناء العام الدراسي ومرحلة تانية في منص العام الدراسي ومرحلة تالتة تدريبهم في الصيف أنا أسأل حضرتك سؤال معك يعني الطلاب حضرتكم اللي بتختروهم واللي هما بيتقدموا أنا هقول لحضرتك أليقية العمل في الإدارة بتتم على الشقين عشان الولاد يأجمحهم ويفرزهم بتتم أول حاجة في وجود مسؤول من الموهوبين داخل كل مدرسة بيعمل لجنة مشكلة من مجموعة من المدرسين المتخصصين في مجال الأنشطة، موسيقى، رسم، صحافة، إعلام اللي موجودين داخل المدرسة بجانب مدرسة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضة دول بيعملوا فرز مبدئي داخل المدرسة وبيبتدوا يجمعوا الولاد ويعملوا لهم حاجة اسمها ملف تراكمي هذا الملف التراكمي بيصاحب الطالب من أول كي جي لغاية المرحلة السنوية وبيكون في التعليم الطبيعي زي أمثاله من الطلاب العادي جميع الطلاب بيتعمل لهم ملفات لا أنا بتكلم الطالب الموهوب الطالب الموهوب يعني عندنا سين من الناس طالب شاطر جدا تمام بيفضل في نفس المنهج ونفس السنين الدراسية زميله اللي هم طلبة عاديين لا يعني يعني ايه بيفضل نفسه حضرتك مجال الموهبة مجال متسع كبير جدا طيب خلينا مش مجرد التفوق هو أحد مجالات الموهبة التفوق طيب أنا عايزة أدي لحديك مثال أنا ليس قالت السؤال ده احنا من حوالي 3-4 أسابيع كان معنا محمود أشرف طالب في المرحلة الابتدائية من محافظة إنا كان معنا على الهواء طيب بسم الله ما شاء الله عليه ربنا يحفظه الوالده كان موجود في العملك الحسابية أيوة بالضبط جديد محمود محمود ووالده أنا آسف اشتكوا مر الشكوى أن هم لفوا على كل الناس في الإدارات التعليمية في إنا أن حد يهتم بهذه الموهبة الولد على الهواء سألته بشكل 365 في 412 حسبهم وهو طفل صغير سريعا جدا هل الطالب ده يدرس نفس المناهج اللي بيدرسها الطالب العادي ويمشي نفس السنين بتاعة الطالب العادي ولا أخده لوحده أدي له منهج خاص بالرياضيات عشان هو متفوق وموهوف فيها وتتتراكم معاه لسنين تانية وأقلل من عالي المواد الأدبية ما هواش محتاج مواد أدبية ده بيحصل برا هل إحنا عندنا المنظومة دي في مصر لا إحنا ما عندناش كتا أقول لحضرتك تلوقتي إحنا كان زمان قبل كده قبل ما يضام يعني زم التعليم يتغير ودكتور طارق يعمل ده كان في حاجة اسمها الإسراع الإسراع معناها إيه معناها إن أنا ممكن أدمج سنتين في سنة فيبقى كده ممكن محمود يجي على الصف الخمس ياخد خمسة وستة مع بعض يبقى كده أنا ده مكتله الدراسة ووفرت عليه السنة في كل المناهج الدراسية اللي بيدرسها ده لأي طالب ولا المتفوقين أول بس بشارط طبعا لها قيود ولها معايير بتقاس عليها محمود شاطر في الحساب مش شاطر في اللغة العربية ما هو أدمج له العربي كمان ما أنا حقول لحضرتك تلوقتي أنا عشان أعمل النظام ده مجلس الشعب على تطبيق هذا النظام لأنه هيغير في حاجات كتير جدا أنا منظومة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم مسؤولة على الطالب من أول كيجي لغاية مرحلة طب إدارة الموهوبين هتعملين مع محمود إدارة الموهوبين النهاردة إدارة الموهوبين إحنا عرضنا عليه إن إحنا نحاول نقدمه لمؤسسات المجتمع المدني في عندنا مجموعة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني بتخدم الطلاب الفائقين دول على مستوى الجامعة وعلى مستوى المؤسسات الفائقين أنا دور مجتمع مدني أنا عايز دور وزارة التربية والتعليم أنا دور وزارة التربية والتعليم المجتمع مدني في ناس كتير أنا عايز مصر بلدنا تخدم نفسنا مشكلة محمود مش محمود بالتحديد أنا بتكلم على فكرة أن طالب لأ ده أنا هقول لحضرتك أكتر من محمود يعني أنا عندي أكتر من طالب عايز حاجة اسمها تميز تكاري مثلا عايز لما يخش الجامعة يدي له مجموعة من الدراجات تساعد وزارة تحقوق الرياضي وضع الدراجات دي ما احنا مش عايزين نخش في الدراجات أنا عايز واحد شطر في الراضيات يطلع يبقى عالم الرياضيات حضرتك معي أنا معيش في نظام التعليم بتاعي ده ما يجيز ده إلا بتشريع وبالفعل قدم مقترح الوزارة عاملة مقترح بده ومعروض للمناقشة وللموافق أعلي وبالفعل دراسة ده إما عن طريق معلش أنا أسف يعني وزارة التربية والتعليم ما تقدرش تاخد قرار إنها تعمل منهج للمتفوقين لوحده لا وجود منهج مدرسة للمتفوق حضرتك فيه مناهج للمتفوقين وفيه مدارس خاصة بالمتفوقين ولكن في المرحلة السانوية في المرحلة السانوية ليه؟ لأن بيبدأ الولد يتعرف مستواء الحقيقي يعني محمود لسه في مراحل إبداعيام التعليم فممكن إن أنا أعمله إصراع في مادة أو في جميع المواد بحيث إن هو يأخذ سنتين في سنة في المادة دي أو سنتين في سنة في المواد كلها ده موجود الوقت ده حالياً اتعامل بي دراسة واتعامل بي مشروع قانون علشان يبتدي يتطبق على أولادنا وإحنا مستنين المجلس المجلس تأيي أستاذ عبير تأخيني أتأل حضرتك عن الخدمات المتاحة واللي بتقدم بالفعل دلوقتي مقابلة لإدارة الموضوع أنا الخدمات المتاحة اللي موجودة أنا يعني ردي على الأستاذنا الفاضل إن ده إحنا فعلاً بنسعى إليه إحنا بنطمح لده لأن أولادنا اللي بيجوا يتقدموا لنا وإحنا معاكوا عشان كده وإحنا معاكوا عشان كده أولادنا اللي بيجوا يتقدموا لنا أنا مش عارفة أعمله إيه أكتر من إني أنا أو أقدمه للجهات المعنية يعني أقدر أعمل إيه أقدر أتواصل مع الجامعة وأقول له أنا عندي طالب متفوق متميز وإنت أدي له الرعاية بتاعتك تمام؟ لأن كل واحد ليه مجاله في التنمية والرعاية طبع ما أقدرش أنا أتخطاه ولكن أنا بحاول أعرض الولاد دول على الأساذ المتخصصين في الجامعات والمعنية أفهم كلم حضرتك إن لو طالب متفوق رياضياً مثلاً بتارده على وزارة الشباب والرياضة تارده على وزارة الرياضية اللي ممكن تساعده وتنمي في ده بس ده بشكل إيه؟ بشكل اجتهاد فردي مني كأدارة يعني مثلاً في محافظة إسكندرية عندي أولاد زي الفول في التربية الرياضية وفي الرياضات معينة فبيعمل إيه المسؤول الموهوبين هناك؟ بيأخذ الولاد للإتحادات المختلفة للرياضات دي وبيعرض أولاده ليهم أنا بالنسبة لي في فضلات التربية والتعليم بيبقى فرز مبدأي علشان أسعدهم للأماكن دي وبالفعل بيحققوا مداليات عارفة أستاذ عبير أنا بحلم بيه؟ أتكلم جد والله أفهم يبقى عندي واحد شاطر في العلوم فتروح لدولة واخداء أو وزارة التربية والتعليم أو المدرسة تخليه ذاكر علوم من سنه لغاية سن الالتحاق بالجامعة وتزود له المعرفة وتقلله من المواد الأدبية تمام واللي شاطر في الرياضة يتخليه يدرس حاجات لها علاقة بالرياضة وتقلله من المواد العلمية والأدبية تمام والتفوق الرياضي والتفوق الابتكاري عشان كلهم يخشوا طب أو يخشوا هاتف وفي الآخر ما يفلحش لا في الطب ولا في الهندسة أنا ضيعت على نفسي مداليا أولمبية من بطل كان عنده استعداد رياضي وجسمه كويس أو ضيعت على نفسي أينشتاين طالع بيعرف يحسب كويس أو ضيعت على نفسي واحد عنده أفكار علمية كل ده بيتطور في خلال السنين اللي من سن مثلا ست سنين لغاية سن 16 سنة ما هنا لو العشر سنين دول وأنا ما بنتش فيهم في وزارة التربية والتعليم حق ضيع على نفسي أبطال في جميع المجالات وعلماء تمام أنا متفقة معاك تمام بالاتفاق وعلى فكرة أنا برضو عشان ردا على أستاذتنا الفاضلة في سؤالك إيه اللي بتعمله الإدارة حاليا كل الكلام اللي حضرك بتقوله ده أنا بقالي خمس سنين فقط في وزارة التربية والتعليم طبعا بتحت رعاية الدكتور طارق دكتور طارق بيدينا الفرصة لعمل كثير من الخدمات اللي تمكن تأدل ده للطالب اللي حضرك بتقوله ده اسمه الاستعداد الأكاديمي وده مشروع بالفعل إحنا حاليا بدرسته في الإدارة عظيم جدا اللي فيه بنعمل إيه؟ بنفرز الطلاب ونطلع منهم القدرات والإمكانيات اللي قدر يعملها عشان بعد كده مستقبلا أقول ده ولا ده متفوق رياضي ولا متفوق في العلوم ولا متفوق في الجغرافيا ولا متفوق في التاريخ ولا في الرياضيات يعني أنا بصنف الولد واستشف قدراته قدام وابتدي أحطه في مجاله علشان أعمل له التنمية اللي تساعده قدام عشان يبقى متمهز زي ما حضرك بتقول اشتركوا في القناة